اشتركوا في القناة اتكلمنا فيها عن المنهج كل وعن الاسئلة المتوقعة اللي ممكن ان هي تيجي في امتحانة بتاع الفصل الدراسي الاول وبالفعل كان كل الامتحانات على المستوى التعليمي على مستوى الجمهورية كلها كل امتحانات جات من الحلقة بتاعة المراجعة اللي احنا قلناها في نهاية الفصل الدراسي الاول على المستوى التعليمي انا ازعم ان انت استفدت وعلى المستوى المعرفي وعلى المستوى المشروع الصغير والمشروع المهم والمشروع الجميل جدا اللي هو بتاع نحل العسل ازعم برضو ان انت تكون استفدت منه وده في حد ذاته نجاح وزعم ان انت استفدت من هذا البرامج اللي احنا قدمناها في الفصل الدراسي الاول من خلال الاسئلة اللي هي كانت بتجيلنا على موقع القناة والاسئلة اللي كانت بتجيلنا على اليوتيوب عن نحل العسل والحمد لله الواحد حاس ان احنا قدينا رسالتنا في الفصل الدراسي الاول هنبدأ ان شاء الله الفصل الدراسي التاني بحلقة افتتاحية عن الفصل الدراسي التاني واللي انت هتدرسه في الفصل الدراسي التاني اول ما هندرس ان شاء الله هو اللي بيهمك جدا وبهم كل واحد وكل واحد بيتمنى ان هو يعمل منحل هو انشاء المناحل طبعا يعني ايه منحل والغرض بين تربية النحل ايه وشروط انشاء المناحل ايه ده اول درس ليك عليك في الفصل الدراسي التاني وهنتعرض ليه ان شاء الله في نهاية الحلقة بعد ما نستعرض اللي احنا هندرسه ان شاء الله في الفصل الدراسي التاني بعد كده هندخل على تغذية طواقف النحل تغذية طواقف النحل في الاول لازم اعرف ايه هو معنى التغذية التغذية دي هي عملية حيوية بيقوم بها النحل زي الكائنات الحية كلها للاستمرار في اداء الوظائف الحيوية بتاعته نفسه يبقى هو اللي بيغذي نفسه طيب بيحتاج النحل في غذائه لحكتين بيحتاج لعنصرين مهمين جدا وهو العنصر الكربوهيدراتي والبروتينات طبعا لو جينا نتكلم على التغذية نفسها لازم غذاء الكائن الحي يكون متكامل متكامل بمعنى ان هو ما بيكونش من نوع واحد بس يعني مثلا ما يتغذاش على بروتينات بس ما يتغذاش على سكريات بس او كربوهيدرات بس بيعمل الغذاء بتاعه النحل هو اللي بيعمل الغذاء بتاعه بيعمل الغذاء بتاعه غذاء متكامل غذاء متكامل متكون من بروتينات وكربوهيدرات وده هنتعرف عليه ان شاء الله من خلال دراستنا في الفصل الدراسي التاني يبقى قدامك هو المعنى التغذية وهو عملية حيوية بيكون بها النحل كباكل كائنات للاستمرار في اداء الوظائف الحيوية بيحتاج النحل لمصدر كربوهيدراتي ومصدر بروتينات وفيتامينات واملح معدنية طبعا الكربوهيدرات اللي هو بياخده من رحيق الأزهار اللي هو العسل والمصدر البروتيني بياخده من حبوب اللقاح اللي هو بيجيبها برضه من النبات اللي هي بتتكون من فيتامينات واملح معدنية دي كلها اللي هي حبوب اللقاح اللي هندرسها ان شاء الله وهنعرف وهنعرف ايه هي حبوب اللقاح وهنعرف برضه حبوب اللقاح بتفيد ايه للنحل وبتفيد ايه للانسان اساسا لانها بتستخدم كعلاج للانسان نفسه وبتقوّل مناعة بتاعت جسم الانسان طيب هتكلم بعد كده برضه على ضم الطواقف يعني ايه ضم الطواقف ضم الطواقف زي ما قلتلك اني اي طواقفة الطواقفة القوية اللي هي هتشتغل معاك في المنحل وتشتغل معاك في الموسم بتتكون من حوالي ستين الف شغالة طيب لما تبقى فيه طواقفة ضعيفة يبقى اقل من ستين الف شغالة بكتير يعني هتكون مثلا عشر تلاف عشرين طواقفة قوية ستين الف شغالة افضل من تلت طواقف كل طواقفة تحتوي على عشرين الف شغالة وهنعرف طرق الضم من خلال دراستنا ان شاء الله هذا الفصل طيب يبقى الضم هو نقل نحل واقراص طاقفة ضعيفة لطاقفة اخرى قوية يبقى لما تبقى فيه طاقفة ضعيفة عاوز ان انا اقويها مش عارف تستنفذت كل ما في وسعي وكل من اللي انا عرفه عشان خطر اقوة طاقفة وما عرفتش اقويها يبقى بضمها لطاقفة قوية عشان تشتغل معايا طول الموسم وهنتعرف برضو على طرق الضم بالتدخين الشديد على النح وبالضم بالتعفير بالدقيق والضم باستخدام ورق الجرائب هنتعرف بعد كده على تسليك الاطارات طيب يعني ايه اطارات الاطار ده انا قلتلك ان الخلية بتاعت لانجستروز الخلية الخشبية احنا قلنا هي خلية خشبية ذات اطارات متحركة اللي هي بيبقى فيها الشمع بيبقى فيها برواز الشمع طيب يبقى الاطار ده اطار خشبي بيسلك هذا الاطار الخشب بواسط سلك وبواسط سلك وبواسط دعائم الدعائم دي بسبت عليها الاساس الشمعي اللي بنزله للنح طب ايه هو الاساس الشمعي الاساس الشمعي ده عبارة عن فرخ شمع ناح لنقي مطبوعة ليه من الجهتين قواعد حوائد العيون السوداسية اللي بيبني النحل هذه العيون وما بخلوش ان هو يستغرق وقت كبير لعمل برواز الشمع ده انا بحط له الاساس الشمعي وهو اللي بيبني عليه بعد كده العيون السوداسية طيب هو ده الاطار اللي قدامك الاطار الخشبي والاطار الخشبي اللي هو المسلب بيكون عليه سلوك عبارة عن عمل التسليق بقى ايه عبارة عن عمل دعائم من السلك للاطار في اطار الخشبي ده بحط سلوك السلوك دي بتشد اما رأسيا او افقيا وانواع التسليق واشكال التسليق هتعرف عليها وهقولك عليها اما يكون متوازي اما يكون هرمي اما يكون هرمي متوازي اما يكون متوازي اه ومتقاطع يبقى ده كله الهدف من تسليق الاطار تقوية الاساس الشامعي يبقى انا ما اقدرش ان انا احط الاساس الشامعي على الاطار الخشبي كده وخلاص لازم اسلكه عشان يقوي الاساس الشامعي هتعرف بعد كده برضه على نقل النحل واسكان الطرود نقل النحل واسكان الطرود دي صور نقل النحل اما ان هي بتنقل النحل في الطرود عادية طرود عادية يعني فيه صندوق صفر وإحنا عرفنا أن صندوق الصفر من الفصل الدراسي الأول افتكر معايا لأن زي ما قلت لك النحل كله مرتبط ببعض اللي درسته في الفصل الدراسي الأول هتحتاجه في الفصل الدراسي الثاني هتحتاجه في الصف الثالث إن شاء الله السنة الجاية إحنا قلنا الطرد بيتحط فيه صندوق صفر صندوق الصفر ده بيسع خمس برويز أو خمس إطارات أو طواقف كاملة بيتم النقل فيها في النحط الصندوق الكامل اللي هو صندوق الخلية بتاعت لانجستروس اللي هو بيسع عشر برويز أو عشر إطارات وده سؤال جه في أغلب المدارس في الفصل الدراسي الأول يحتوي صندوق الصفر على نقط إطار يبقى خمس إطارات والخلية تحتوي على عشر إطارات أو يكون نحل مرزوم أو تكون ملكات وهنعرف صور نقل النحل كله طيب هنتكلم بعد كده في الجزء الثاني بتاع منهجنا السنة دي على ددان الحرير ددان القز وخدنا فكرة عن ددان القز في الفصل الدراسي الأول وقلنا على تقسيمها وقلنا على زراعة أشجار التوت طب وإحنا بنزرع أشجار التوت ليه؟ وإحنا بندرس زراعة أشجار التوت ليه؟ لأن أنت طالما بتربي دود القز اللي هو دود القز ده من المشروع التاني اللي قلت لك عليه في أول الفصل الدراسي الأول قلت لك إن إحنا في منهجنا في مشروعين مشروع من المشروعات الصغيرة ومشروع اللي هو إنتاج العسل والمشروع التاني إنتاج الحرير الطبيعي والحرير الطبيعي قلت لك إنه هو اللي بينتجه دود القز طيب دود القز دي بتتغذى على ايه بتتغذى على اشجار التوت بتتغذى على اشجار التوت يبقى انا لازم ازرع لها اشجار توت بتتغذى على ورق التوت يبقى لازم ازرع لها اشجار توت عشان اخد منها الورق عشان اوفر للدود القز اللي انا بربي ده اوفر له التغذية اللازمة ليه طيب هتكلم بعد كده على التقسيم من حيث نوع التغذية يبقى يا ترى ان في ديدان حرير توتية بس لا ده في ديدان حرير توتية بتتغذى على اوراق التوت في ديدان حرير غير توتية بتتغذى على اوراق اشجار تاني غير اوراق اشجار التوت ولكن افضلهم في انتاج الحرير الطبيعي وهو دوت القز اللي هي بتتغذى على ورق التوت طيب هنتكلم على التقسيم من حيث التغذية قلت إن فيه أوراق فيه ديدان قدس أو ديدان حرير تتغذى على أوراق توت وفيه ديدان حرير غير توتية زي مثلا ديدان حرير إيري الخروعية اللي بتتغذى على أوراق الخروع فيه ديدان حرير تانية اللي هي تاسار تتغذى على أوراق الفيكس والبلوت ديدان حرير موجة بتتغذى على أوراق الغابات البرية ومعلومة لك أنت إحنا هنا في مصر أو في العالم كله بيهتم بدود القز اللي هي بتتغذى على ورق التوت اللي هي دود الحرير التوتية دودة الحرير التوتية ولكن لو بصتها على مستوى العالم كله في بلاد بتربي كل أنواع دودة القز أو دودة الحرير اللي هي زي الهند مثلا بتربي خمس أنواع من دودة الحرير طيب هنتكلم بعد كده الوصف المرفوليج لدودة الحرير ودي قدامك دودة الحرير هي قدامك دودة الحرير التوتية دي الفراشة بتاعة دودة الحرير التوتية ودي دورة الحياة بتاعتها وقلنا أن دورة الحياة بتاعة دودة القز أو دودة الحرير التوتية فراشة دودة الحرير التوتية التطور بتاعة تطور تام أو تطور كامل يعني بيه ديارك على زراء حشرة كاملة ودي دودة الحرير الخروعية اللي هي قدامك بمواصفاتها وندرسها إن شاء الله بالتفسير دي فراشة دودة الحرير الخروعية اللي بتتغزى على إيه برفع عليك على أشجار أو على ورق الخروع أتكلم بعد كده على دراسة تشريحية لدودة الحرير التوتية على القناة الهضمية بتاعتها هنعرف لازم تعرف أن دودة الحرير التوتية فيها قناة هضمية أمامية قناة هضمية وسطية وقناة هضمية خلفية ودول بتستخدمهم أنا بحاول أن أنا أدرس الدراسة التشريحية عشان أشوف الغدد الموجودة داخل دودة القز أو دودة الحرير اللي هي بتعمل لي الحرير نفسها هدرس ده بالتفصيل إن شاء الله إفراز الحرير هتكلم عنه قدامك وهتكلم وهشوف مقارنة بين دودة الحرير التوتية ودودة الحرير الخروعية يبقى ده منهجنا في الفصل الدراسي التاني اللي هنتكلم عليه إن شاء الله وهتكلم بقى النهاردة على أول موضوع لنا وهو إنشاء المناحل طبعا ما فيش حد منه ما بيتمناش إن هو يكون عنده منحل بما فيه من فوايد كبيرة جدا مش بس إنتاج عسل ده فيه منتجات كتير جدا لنحل العسل اللي احنا تعرضنا عليها في الفصل الدراسي الأول قلنا إن هو بينتج عسل بينتج حبوب لقاح بينتج غزى ملكات بينتج سم نحط ده كله منتجات بينتج بروبليس دي كلها منتجات مفيدة جدا للإنسان ومفيدة جدا للمشروع اللي انت بتعمله يبقى مش شرط المشروع اللي انت بتعمله عشان تنتج لي عسل وخلاص لا ده كيلو البروبليس لوحده احنا قلنا بيعادل حوالي مية وتمن مية وخمسين كيلو عسل كيلو الغزى الملكات بيعادل كتير جدا بيعادل حوالي مية كيلو عسل تمنه بيعادل مية كيلو عسل يبقى انا لو تعمقت في دراسة نحل العسل واشتغلت فيه بحرافية يبقى ممكن انا ممكن انا ما انتجش عسل وخلاص ما انتجش عسل بس لا ده انا مليش لازم انا بانتاج العسل لا ده انا هانتج منتجات تانية هتدقل علي دخل كبير جدا بالنسبة دخل مادي كبير جدا ومش اي حد هيقدر ينتج الحاجات دي الا اللي هو هيكون درسها ويكون ماشي معانا ويكون في فكره ان هو يدرس نحل ويعمل مشروع وينجح طيب لو تكلمت على انشاء المناحل لازم اعرف ايه هو المنحل المنحل زي ما قدامك على الشاشة وهو المكان المستديم من الارض اللي بتضع عليه الخلايا يبقى المكان اللي انا بحطه عليه الخلايا طب ايه هي الخلية الخلية هي مسكن النحل يبقى كل كائن حي دي مسكن الخلية دي هي المسكن بتاعت النحل النحل طائفة بدون ملكة والطائفة هي ملكة ومئات الزكور والاف الشغلات يبقى ده معلومات كده لازم تعرفها على النحل اللي انت بتدرسه او النحل اللي انت هتربيه يبقى انا مدتي دي مش عاوزك ان انت هتذاكر كلمتين وتنجح وخلاص منهم لا ده انا عاوزك تقتني هذا المشروع الجميل المشروع المربح جدا بالنسبة ليك طيب لو جيت اتكلمت بعد كده على الغرض من تربية النحط الغرض من تربية النحط اما الهواية اما التلقيح المحاصيل وانا قلتلك ان النحل هو افضل حشرة بتستخدم لتلقيح المحاصيل الزراعية اللي هي بتعتمد على التلقيح الخلطي وقلتلك ان 80% من النباتات التي تحتاج لتلقيح خلطي بتعتمد فيها على النحل واذا النحل دخل للمكان عشان تلقيح النباتات فيه بيزود انتاجيته لحوالي 70% او 75% زي ما قلتلك برضو اني لقوا في امريكا لقوا ان شجرة التفاح اذا لقحت بحشرة غير حشرة نحل العسل جابت حوالي 25 كيلو تفاح في الموسم طب ولما استخدموا نحل العسل في تلقيح هذه الازهار بتاعت هذه الشجرة لقوا ان هي جابت 125 كيلو تفاح يبقى النحل مفيد جدا ومهم جدا لتلقيح المحاصيل الزراعية يبقى بيوروبا النحل اما للهواية اما لتلقيح المحاصيل احيانا فيه واحد بيبقى عنده زيرع ارض بيلاقي الانتاج فيه قليل يروح مأجر خليتين او عامل هو خليتين وحطتهم في وسط الغيت بتاعه او في وسط الحقل بتاعه بيزود الانتاجية على طول ودي لازم تكون واحد ضد بالك من النقطة دي اذا حتى اشتغلت في الزراعة خليك ان انت ما اشتغلتش في النحط اشتغلت في الزراعة عشان تزود انتاجية المحاصيل بتاعتك اعتمد على النحل في تلقيح هذه المحاصيل هيزود لك الانتاجية على طول انتاجية هذا المحصول اللي انت زرعه يبقى دي تاني نقطة من النقطة اللي هو الغرض من تربية النحل تالت حاجة للبحث والدراسة دي طبعا بيختص بيها مراكز البعروس تالت رابح حاجة وهي الغرض التجارة وهو ده موضوعنا اللي هندرس من خلاله النحل الغرض من تربية النحل التجارية طيب عشان انشئ منحل تجاري وهي شروط انشاء المناحل التجارية اول شرط من هذه الشروط وجود النحل الجيد يبقى زي ما قلتلك انت بتدرس عشان تنمي مهاراتك عشان اذا كنت هتعمل مشروع يبقى لازم تبقى نحل جيد عشان تتعامل مع النحل يبقى مش اي حد ان هو بيتعامل مع النحل لابد من ان حال يكون زو خبرة وزو معرفة وزو علم وزو دراية عشان يشتغل مع النحل وعشان يتعامل مع النحل يبقى مش اي حد هيجي يشتغل في النحل وخلاص لا ده النحل ده علم كبير جدا وليه طبيعة معينة وليه اسلوب معين للتعامل معاه يبقى لابد من وجود النحل الجيد زو الخبرة وزو المعرفة وزو العلم اللي هو هيتعامل مع النحل تاني شرط من شروط انشاء المنحل وهو اختيار الموقع المناسب يعني ايه اختيار الموقع المناسب يعني انت هتحط المنحل بتاعك فين انت هتحط المنحل بتاعك فين هتحط المنحل بتاعك انا قلتلك المنحل لازم يتحط فيه مكان بيكون ليه في شروط معينة اول شرط وهو لازم تتوفر حول المنحل ده مصادر طبيعية لامداد النحل باحتياجاته طبعا انا قلتلك ان النحل بيجيب رحيق ازهار من الحقل اللي هو حواليه طيب انا اعمل المنحل بتاعي فين اعمل المنحل بتاعي في ارض زراعية بيكون في محيطها المصدر بتاع رحيق الازهار وحبوب اللقاح اللي النحل هيجيبه ده اول شرط من شروط انشاء المنحل يبقى ما ينفعش كمان ان المنحل بتاعك تعمله في منطقة سكنية هيجيب رحيق ازهار منين هيعمل لك عسل منين مش هيحمل هيجيب بروبوليس منين مش هيلاقي يبقى اختيار الموقع المناسب واختيار المكان اللي هو هيكون موجود فيه المصادر بتاعة رحيق الازهار اللي النحلة هيجيب منها تاني مصدر تاني حاجة وهو لازم من وجود مصدر للمياه النقية طبعا لو المياه ملوسة او المياه غير نقية دي بينمو فيها الطحالب بينمو فيها البكتيريا بينمو فيها الميكروبات الميكروبات ديت او البكتيريا او الطحالب بتأثر تأثير سلبي على النحل وبتصيبه بامراض ممكن هي تنهي المنحل بتاعك يبقى لازم وانت بتنشئ المنحل بتاعك لازم وجود مصدر مياه بيكون مياه نقية ومياه عزبة عشان النحل يجيب منها لان النحل بيجيب انا زي ما قلتلك في اعمال الشغلات في الفص الدراسي الاول قلتلك ان في شغلات بتطلع تجيب حبوب لقاح في شغلات بتجيب مية في شغلات بتجيب راحيك ازهار في شغلات بتجيب بروبوليس ده من خارج المنحل يبقى لازم توفر لها او لازم يكون في موجود مصدر مياه ناقي يبقى ما ينفعش ان انت تعمل المنحل بتاعك جنب مياه ملووسة ما ينفعش تعمل المنحل بتاعك جنب خزان مثلا بيكون في مياه وتقول لي في مياه هي بس المياه بتاعت صرف صحي ما ينفعش يبقى هيوصاب على طول بالامراض اللي هي هي بتصيبه هتدرسها في السنة تالتة زي مرض مثلا النزيمة المرض النزيمة دوت بيبقى جاي من التلوز بتاع المياه تلوز بتاع الغزاء اللي هو بيجي النحل ده بيقضي على النحل كله بيقضي على النحل خالص طيب تالت شرط من الشروط ان هو يكون بعيد عن المناحل الكبيرة ليه عشان تضمن عدم منافسة النحل بتاعك اللي بتاع المشروع اللي انت عامله اه منافسة النحل بتاعك بالنحل اللي هو بتاع المناحل الكبيرة اللي هي جانبه في شرط تاني وهو يكون بعيد عن مزارع النخيل ومزارع العنب ايه يا مستر انت بتكلمني على مزارع نخيل ومزارع عنب ليه يعني ايه المشكلة ما هي كله زرع لا مش كله زرع لاني النخيل العائل الرئيسي بتاع دبور البلح ودبور البلح هو العدو اللدود للنحل يبقى انا مش معنى يبقى معنى ان انا حطيت النحل بتاعي جنب مزارع النخيل يبقى كده انا بقدم النحل وجبة هنية لدبور البلح يبقى انا ابعد عن مزارع النخيل واعمل المنحل بتاعي ابعد عن مزارع العنب واعمل المنحل بتاعي لان دبور البلح ما اقولت لك برضو ان انت لازم تدرس الاعداء بتاعت النحل عشان خاطر اه تتاكي شرها ومن العدو اللدود قلت لك هو دبور البلح وده العائل الرئيسي بتاعه العائل الاساسي بتاعه البلح والعائل برضو الرئيسي التاني التاني بتاع دبور البلح وهو العنب يبقى انا ابعد عن الشر ابعد عن مزارع النخيل وابعد عن مزارع العنب طيب ابعد كمان عن خطوط السكك الحديدية طيب وايه يعني خطوط السكك الحديدية الاطر هو ماشي على السكك الحديد بيعمل الاهتزازات في الارض يبقى هتخلي النحل غير مطمئن وغير امن يبقى ممكن يحصل للنحل حاجة اسمها هجرة حاجة اسمها هجرة يعني ايه الهجرة يعني ان النحل كله بيسيب لك مكان بيسيب لك المنحل بتاعك ويسيب الخلية وبيمشي تيجي تاني يوم تفتح الخلية بتاعتك ما تلاقيش النحل فيه خالص وده كله من ايه ده كله من الاهتزازات بتاعت اللي حدثها القطار وهو ماشي على السكة الحديدية ده عاوز مكان ايه طيب اه في شرط تاني من اختيار المكان المناسب وهو اني لازم المنحل بتاعت يكون قريب من المواصلات قريب من سكة المواصلات عشان انت هتجيب معدات هتجيب حاجات يبقى لازم تكون قريبة من طريق المواصلات لازم يكون النحل بتاعك بعيد عن الاماكن اللي هي ممكن تحصل فيها حرائق طب وانت تهرف الاماكن اللي تحصل فيها حرائق اه الناس اللي هما بيزرعوا رز بيعملوا الجرن بتاع آآ عفش الرز بيكون موجود ممكن سهل جدا انه يحصل حريقة فيه يبقى انا ابعد عن هيأثر تأثير سالبي على النحل لان اي حاجة اي آآ آآ نار جنب المنحل بتاعك ممكن يسيح الشمع كله ويهب يعني يبقى عامل زي البنزين كده الشمع ده لما بيولع يبقى انا ابعد عن المناطق اللي هي ممكن ان يحصل فيها حرائق طيب آآ لازم يكون بعيد كمان عن حزائر الحيوانات والمناطق السكنية يبقى ده اختيار الموقع المناسب بعد كده بجهز واعد ارض المنحل يعني ايه اجهز واعد ارض المنحل يعني الارض اللي انت اخترتها وكانت مناسبة ليك لاقامة منحل او لانشاء منحل لازم ان انت تحرط الارض ديت وتسويها لازم تكون الارض دي مستوية آآ بتقسمها لمساطب عرض آآ متر ونص المترين عشان تحط عليها الخلايا بتاعتك آآ لازم بتزرع احواض من نباتات المزهرة زي عباد الشمس اللي هو النحل آآ بيفضل هذه النباتات بتزرع الاحواض دي خارج المنحل بتاعك آآ طيب عشان تعد برضو وتجهز ارض المنحل لازم ان انت تعمل التكعيبة اللي هيتحط تحتها الخلايا اللي هو في الشمس او في الصيف هتحط على طول هتحط الحصر فوق التكعيبة دي او التعريشة عشان تضلل على المنحل بتاعك ولازم تزرع مصدات رياح مصدات رياح من الجهة الغربية ومن الجهة البحرية يبقى دا كله حاجات لازم تحطها في اعتبارك وانت جاي تنشئ المنحل بتاعك طيب رابع حاجة وهي عدد الطواقف اللي بيبدأ بيها النحال طبعا انت طالما انت نحال مبتدئ طالما هتعمل مشروع جديد يبقى ما ينفعش ان انت تقول ان انا هجيب خمسين خلية ولا مية خلية او مية طاقفة او خمسين طاقفة او مية طاقفة هبدأ بيها لا دا انت تبدأ بعدد قليل تبدأ بعشر طواقف او عشرين طاقفة العشر طواقف او العشرين طواقف الطاقفة دول طالما انت آآ عندك خبرة في النحل وطالما انت عندك دراسة وعندك كعلم وعندك دراية بعمل منح هتلاقي ان العشرين طاقفة اللي انت جبتهم وبدأت بيهم المشروع هتنهي الموسم بتاعك وانت عندك لا يقل عن تلاتين خمسة وتلاتين طاقفة ده من التقسيم حاجة اسمها تقسيم تقسيم الطواقف ودي هندرسها برضو يبقى عشان كده هقولك ان النحل كله مرتبط ببعض وكل عملياته النحلية مرتبطة ببعض طيب يبقى ما ينفعش ان انت معك قرشين قلت كويس انا هعمل بقى منحل كبير ده المنحل انا سمعت ان هو آآ رأس ماله آآ مهما كان قليل هيبقى آآ ربحه كبير يبقى انا اجيب خمسين او ميت طاقفة لا زي ما قلت لك طيب يبقى اهو عدد الطواقف اللي بيبدأ ديها النحال يبقى ده شرط لازم تحطه في اعتبارك بعد كده شراء الخلايا وادوات النحالة طيب الخلايا دي واحنا شرحنا في الفصل الدراسي الاول الخلايا الخشبية اللي هي لانجستروس وقلنا مواصفاتها لازم آآ تشوف المواصفات بالزبط اللي احنا قلناها والمقاسات بالزبط اللي احنا قلناها بتاعت الخلية وتعمل خلايا زيها بالزبط عشان كلها مرتبطة ببعض لان الخلية تبقى مقاسها بيتحط جواها الاطار اطار برضو لها مقاس برضو خاص بيها آآ يبقى لازم ان انت عندما تشتري الخلايا بتاعتك بتاعت المنحل لازم تكون الخلايا دي مطبقة للمواصفات اللي هي قلناها لك طيب ادوات النحالة ملابس النحال تكلمنا عنها وملابس النحال دي قلنا ان هي القناع والقفاز والآآ والآآ يبقى دي كلها الادوات او الملابس اللي انت هتستعملها عشان تقي نفسك من آآ لضغ النحل وانت شغال كمتدق يعني افرول وش عارفوا آآ ده اول ما هتبدأ تشتغل في النحل هتلبس الحاجات دي بعد كده هو يدوب هتلبس القناع بس اللي هو في وشك آآ ومش هتلبس ولا افرول ولا هتلبس جوانتي ولا بس هي دي ملابس النحال وزا جات لك فيه الامتحان على ملابس النحال يبقى انت عارف ايه ملابس النحال اللي انت درستها او اللي انت هتشتريها طيب بعد كده ادوات النحالة انت هتشتغل بايه ما انت لازم ليك ادوات هتشتغل بيها دي برضو لازم تشتريها ايه هي او لازم تجهزها ايه هي اول حاجة المدخن العتلة الفرشاة آآ اقفاص آآ اقفاص نصف كرة عشان الملكات آآ الدواسة اللي هي وانت جاي تعمل تسليك وتثبيت للاطارات اطارات نفسها هتشتريها برضو يبقى دي كلها ادوات النحالة اللي انت المفروض تشتريها او اللي انت المفروض تجهزها هيبقى دي كلها الحاجات اللي هي انت تستعملها لما بتنشئ المنحل بتاعت وطبعا انشاء المنحل ده زي ما قلتلك ان مش انت كطالب بس اللي اللي عاوز تعمل منحل او اللي انت بتدرس ده عشان انت بتدرس ده عشان خاطر هتنجح فيه هتنجح ولكن انا عاوزك تدرسه عشان خاطر تعمل المشروع ده لانه هو مشروع فعلا زي ما قلتلك مشروع مربح وانا اغلب الاستفسارات اللي بتجيلي على انشاء مشروع مشاريع نحك مش من الطلبة يعني فيه من الطلبة اه واغلبها من الناس العوام بيسألوا على ازاي يعملوا مشروع نحك لانه عارفين مدى آآ ربح هذا المشروع وعارفين ان الكل بيحتاج لمنتجات نحل العسل وبالاخص في الايام اللي احنا عايشينها دي الكل بيحتاج لمنتجات نحل العسل ازا كان عسل ازا كان حبوب لقاح ازا كان غزة ملكات ازا كان آآ ازا كان آآ بروبوليس يبقى دي كلها منتجات من ناح الناس بتحتاجها فاغلب اللي معاه فلوس وعاوز يعمل مشروع من المشروع الصغيرة والدولة بتقف جنبك آآ واحنا بنساعده باي سؤال ما بنخالش خالص لدرجة ان احنا ممكن نروح معاه المنحل بتاعه ونشوف في ايه وبيجينا اسئلة كتير جدا ان هم ازاي ينشئوا منحل طيب نشوف بعد كده شرط من من ضمن الشروط اللي هي انشاء المناحل هي اختيار سلالة النحل اختيار سلالة النحل يبقى مش كل النحل اللي انت اي نحل وخلاص هتربيه لا احنا درسنا في الفصل الدراسي الاول سلالة النحل وتكلمنا على سلالة النحل الايطالي بعيوبها ومميزاتها تكلمنا عن سلالة النحل المصري بعيوبه ومميزاته تكلمنا عن سلالة النحل الكورنيولي بعيوبه ومميزاته يبقى انت لما تيجي تنشئ منحل انت عارف واحد مثلا قالك طب ده انا عندي نحلة مصري مية مية ممكن اديك طرود ما هو النحلة بيباع على هيئة الطرود والطرد زي ما قلت خمس براويز ثلاثة حضنة واثنين حبوب لقاح وعسل وبيكون مغطى من الجهتين بالنحلة وبيكون في ملكة ملقاحة قوية وملكة ملقاحة حديثة يدي يقولك تعالى انا عندي نحلة مصري مية مية انت تقول اولا نحلة مصري حلو ولكن النحلة المصري من عيوبه اللي احنا قلناها انه هو شديد التوهان انه هو شرس الطباع اتكلمنا بعد كده عن نحلة الايطالي وتكلمنا على عيوبه عيوبه انه هو لا يحسن ولا يحكم قفل العيون السوداسية اللي هي فيها عسل وانه هو بيستهلك عسل بكميات كبيرة اه وتكلمنا عن عيوب النحلة يبقى انت معاك دلوقت العيوب والمميزات بتاعة سلالات النحلة المرباة هنا في مصر يبقى انت تختار النحلة اللي انت ممكن ان انت تقتنية يبقى ده كله اه شروط لازم تحطها في الاعتبار عند ما تيجي تنشئ منحل بتاعك طيب هتتعاقد بقى على شراء النحل انت خلاص عملت المنحل بتاعك جهست الارض شريت الخلايا اه جبت اه الخلايا جبت ادوات النحلة جبت الملابس بتاعة النحل اللي انت هتستخدمها يبقى هتروح تشوف النحل اخترت السلالة اللي انت عاوزها يبقى انت هتروح بعد كده هتتعاقد على شراء النحل تتعاقد على شراء النحل من عند منحل عارف انت السلالة بتاعته ايه كويس بتبقى عارف طبيعة النحل ده ايه بتكون من انسان موصوق فيه وبتشتري النحل بتاعك وتتعاقد على شراء النحل بتاعك بحيث ان هو بيجي لك النحل او انت بتروح بتجيبه قبل موسم الربيع يعني بيبقى في نهاية شهر واحد او في شهر اتنين يبقى انت بتبدأ الموسم من اوله يبقى ده التعاقد على شراء النحل وبتشوف طبعا السلالة اللي انت عاوزها ايه طيب طرق شراء النحل بقى ايه طرق شراء النحل النحل ده بتشتريه اما بيكون نواه في صندوق صفر زي ما قلتلك او بيكون في خلية صندوق الصفر بيحتوي على خمس براويط او طواقف نحل كاملة بتبقى اه تحتوي على عشر براويز اه هي دي الشروط اللي ممكن اه تكون لازم ليك عشان خاطر لما تيجي تنشئ منحل بتاعت ولازم تحطها في اعتبارك لان مش اي حد هيشتغل في النحل اللي هيشتغل في النحل واحد يكون عارف واحد يكون عنده دراية واحد يكون عنده علم بالعمل بتاع النحل يبقى لازم ان احنا اه نحط الشروط دي قدامنا لازم تحط ان الارض اللي انت هت اه هتنشئ عليها المنحل بتاعك لازم تكون حول هذه الارض بيكون او في محيطها بيكون محاصيل زراعية يعني واحد مثلا هي يقول لك انا هزرع انا هحط نحل جنب امح طب النحل ما بيجيبش من الامح حاجة يبقى انت هتحط المنحل بتاعك جنب زرع او جنب محصول ما فهوش راحيك ازهار يجيبه النحل ما فهوش حبوب لقاح يجيبه النحل لا يبقى ما ينفعش لا انت عاوز تحط المنحل بتاعك في مكان بتبقى عارف انت الفرزة اللي انت هتجيبها فرزة ايه يعني اثناء مثلا الموالح ما بيكونش عندنا في المنطقة بتاعتنا اشجار موالح بنعمل ايه واحنا عاوزين النحل يجيب لنا عسل موالح نعمل ايه بناخد النحل بتاعنا ونروح نوديه في مكان بيكون الارض بتاعته مزروعة موالح يبقى معنا كده ان النحل بيجيب الغذى بتاعه او بيجيب رحيك الازهار من اشجار ومن ازهار الموالح يبقى بيعمل لي العسل بيبقى عسل موالح عشان كده بيجي يقولك ايه ده عسل برسيم ده عسل موالح ده عسل بردقوش هو مش اسم كده وخلاص لا لازم تكون حاطبت في دماغك ان الاسم بيبقى على مسمى على مسمى ازاي على ان لو قلت عسل موالح يبقى معنى كده ان النحل بتاعي جايب رحيك الازهار اللي هو عامله عسل من ازهار الموالح عسل برسيم يبقى معنى كده ان النحل بتاعي جايب رحيك الازهار من زهرة البرسيم اللي هو بيعمل لي بيه العسل اللي بقول عليه عسل برسيم طيب لو عسل مثلا بردقوش او عسل نباتات عطرية يبقى معنى كده النحل جايب رحيك الازهار بتاع النباتات العطرية دي او نبات البردقوش جايبها من الظهرة بمعاد خروج الظهرة نفسها جايبها وعامل بيها العسل اللي هو بتاع الحاجة دي نفسها طيب هو بيعمل العسل ده ومبيتغذاش منه لا بيعمل العسل ده وبيتغذى منه وده اللي هندرسه فيه التغذية هندرسه فيه تغذية النحل تغذية النحل مش ان انت تجيب له مية محلول سكري وتحطه له وتقول له دي تغذية النحل لا تغذية النحل هو اللي بيعملها بنفسه هو اللي بيعملها بنفسه ازاي بيجيب من رحيك الازهار ويعملوا عسل ويخزنه فيه الاقراس الشمعية ويجيب حبوب لقاح وانا قلتلك انه في تغذية النحل بيحتاج الى مصدر بروتيني ومصدر كرباهيدراتي مصدر بروتيني وهو حبوب اللقاح ومصدر كرباهيدراتي وهو العسل وبيخلط الاثنين مع بعض وبيعملهم حاجة اسمها قبز النحل اللي هو بيتغذى عليه اللي هي اليرقات الصغيرة لو تفتكر معايا الفصل الدراسي الاول لما قلتلك ان اليرقات في اول ثلاث ايام يرقات الشغالة او يرقات الزكر في اول ثلاث ايام بعد خروجها من البيضة بتتغذى على غذى ملكات وبعد كده بتتغذى على خبز النحل وهو ده بقى خبز النحل اللي هو حبوب اللقاح والعسل العسل الناضج اللي هو بيكون بيخزنه النحل فيه الاقراس الشمعية وبيختم الكرس الشمعي يبقى معنا كده بيقولك ده عسل ناضج طيب يبقى دي التغذية مش التغذية يعني يجي واحد يقول طيب خلاص انا هعمل محلول سكري وهحطه للنحل محلول سكري يعني مية اه بتكون متدوب فيها سكر وانا هحطه للنحل عشان يتغذى لا مش هي دي التغذية لا ده التغذية اللي هي التغذية الطبيعية اللي هو لو مش موجود انسان النحل هو بيعمل تغذيته بنفسه ولو موجود انسان المفروض ان انا ما اغذيش في اي وقت المفروض ان انا عارف ان النحل موجود عنده عسل قد ايه والمفروض ان انا لما باجي بفرز ان انا ما باخدش العسل كله ان انا بسيب تلت تلت العسل اللي موجود فيه الطائفة بسيبه عشان خطر النحل يتغذى به طول فترة الشتاء عشان ما ما ادروش فرصة ان انا اغذيه بمحلول سكري مش هيكون نفس القيمة الغذائية بتاعة العسل اللي هو عمله واللي هو عمق وحط عليه حبوب لقاح وبضل حبوب اللقاح انا باخد منه حبوب اللقاح او بعمل مصيضة بتاعة حبوب اللقاح على باب الخلية يبقى اي حبوب اللقاح جاي النحلة ومدخلة جوه عشان يخزنها عشان يعمل بيها او عشان زي ما قلتلك المصدر البروتيني لغذائه انا اخد منه حبوب اللقاح دي وبيجي في وقت الشتاء او وقت الخريف بعمل له عجينة بداء الحبوب اللقاح لا ده انا المفروض اخليه وحبوب اللقاح دي نفسها عشان هو يتغذى عليها عشان غذائه يكون متكامل وعمر ما الغذاء اللي انت بتحطهوله او التغذية اللي انت بتحطهوله ازا كانت عسل ازا كانت مية سكر اللي هو المحلول السكري او بداية الحبوب اللقاح عمرها ما كانت بنفس القيمة الغذائية بتاعة خبز النحل اللي هو بيتكون من عسل وحبوب اللقاح يبقى عمر ما دي كانت زي دي ابدا ولكن احنا بنتحايل عليها يعني احنا كان في امريكا كان فيه خبير امريكي كان موجود عندنا قال لا احنا ببنخدش العسل كله ده احنا بنخلي تلت الخلية يبقى زي ما مكتوب في الكتاب يبقى انت ما ما تستهونش بالكلام اللي مكتوب في الكتاب لا ده عشان يطلع المنتج بتاعك منتج بيبقى نقي ومنتج بيكون بيور وما فهوش اي اختلاف عن القيمة الغذائية المحددة للعسل نفسه لان ده انا بسميه في الاول والاخير بسميه موضوع غش ايه هو الغش الغش ان انت بتاخد العسل من النح وبتحط له مكانه محلول سكاري عشان يفغز عليه وهي دي اساليب غشة كبيرة جدا موجودة في السوق لانت لازم يبقى على دراية بيها يبقى ده كله اللي كلمتلك عنه هو انشاء المناحل بقلتلك ان انت بتنشئ المنحل بتاعك في مكان بيكون موجود فيه اهم ما في هذا المكان يكون موجود فيه اه في محيطه اه نباتات مزروعة هيتاخد منها ان احلى هياخد منها رحيك على الظهار اللي هو محتاجها ويعمل لك بيها عسل طيب اه دي مراجعة برضو على اللي احنا قلناه طيب من الشروط تانية برضو اللي هي بتاعت اختيار المكان ان هي تكون بعيدة عن ال 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 اماكن بتاعت الفيضانات تكون بعيدة عن الاماكن اللي هي ممكن تحدث فيها زلازل تكون بعيدة عن الاماكن اللي هي متوقع انها ممكن تحدث فيها حرائق انا بذكرك باللي احنا قلناه طول الحلقة تكون بعيدة عن المناطق المنطقة اللي هي بتاعت وجود شريط خط سكة حديد عشان الهتزازات الارضية يبقى دي كلها شروط لازم لازم تحطها في اتباغك وانت جاي تعمل المنحل بتاعت وقلت لك برضو ان عشان تنشئ بقى المنحل تنشئ الارض دي واتجهزها ازاي ان انت لازم تسويها لازم تكون الارض مستوية لازم تعمل عليها مصاطب يتحط عليها الخلايا لازم الخلايا تكون بينها وبين بعض من متر المتر ونص او من متر ونص المترين لازم كمان ان يكون التكعيبة بتاعت اتعمل تكعيبة او تعريشة زي ما بيقولوا عليها اللي هي تحط عليها الحصر من فوق اللي هي دي التعريشة اللي هي عشان اه تقن نحل بتاعت من اشعة الشمس في الصيف اه لازم كمان ان تزرع تزرع مصدات رياح من الجهة البحرية ده لو كان مكان مستدين بقى لازم تزرع لازم يكون من الجهة البحرية والجهة الغربية اما لو هتنقل النحل بتاعك وتودي مكان تاني عشان تاخد فرزة زي ما قلتلك تودي مثلا الموالح تودي اي حتة تاني مثلا البردقوش تودي البرسيم تودي العشاب الطبية طب انت مش زارع مش زارع مصدات رياح يبقى تعمل ايه يبقى تحط حصر برضو عشان الطيارات الهوائية اللي هي من الجهة الغربية ومن الجهة البحرية عشان برضو تمنع الطيارات الهوائية ان هي تيجي لنحل باب الخلية بيكون كل ابواب الخلية بيكون من الجهة اللي هي الشرقية الجنوبية ليه دا كله عشان خاطر اشعة الشمس اول ما تنزل بتهيي النحل بتعرفهم اول ما هتنزل هتنزل على الباب على الباب بتاع الخلية يبقى تعرف وتهيي النحل اللي موجود جوه ان اشعة الشمس طلعت او اشعة الشمس هيطلعة او الجو مشمس او الجو كويس ممكن ان هو يطلع ممكن ان هو يطلع عشان يسرح اللي هو السروح بتاعه السروح بتاعه يعني طالع يجيب رحيك ازهار وحبوب لقاح وبروبليس وطالع برضو طبعا احنا عرفنا قبل كده في الفصل الدراسي الاول ان مش اي نحل اللي هو بيطلع عشان يجيب المنتجات اللي هي من خارج الخلية اه عرفنا ان هو اه النحل عمر واحد وعشرين يوم لحد اه لحد عمر عشرين يوم بيبقى موجود داخل الخلية ومن عمر الواحد وعشرين يوم بيطلع خارج الخلية عشان يجيب المنتجات اللي هي بتاعت النحل طب هو بيقعد داخل الخلية بيعمل ايه بيعمل حاجات برضو بيعمل ايه بيعمل غزة ملكات بيعمل اه بيستلم الرحيق بيغزي الملكة بيغزي الياركات الصغيرة يبقى دي كلها حاجات انت لازم تكون حاطتها في اعتبارك عند انشاء المناحل طيب اه اتكلمت برضو بعد كده على ان من الشروط اللازمة اختيار سلالة النحل سلالة النحل قلتلك ان فيه ثلاث سلالات هنا بيوربوا في مصر اه اتكلمت على سلالة النحل المصري وسلالة النحل الايطالي وسلالة النحل الكورنيولي وانت تختار السلالة اللي انت ممكن ان انت تربيها طيب اتكلمنا برضو بعد كده على الاساليب اللي هي او الحاجات اللي هي لازم تحطها في اعتبارك عند ما تيجي تمشي المنحل بتاعك انت اخترت المكان واخترت اخترت المكان والموقع وجهزت الموقع بتاعك وعملت كل الشروط كل الشروط اللي احنا تكلمنا عنها صح يبقى لازم برضو تشتغل صح وتجيب تشتري الخلايا صح برضو بنفس المقاصات بتاعتها وتشتري ادوات النحالة واتمنى ان انت تكون استفدت من الحلقة دي وحلقة مهمة جدا 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 مش ليك بس كطالب لا حلقة مهمة ليك لو هتعمل مشروع نحل عسل وعلى طول احفظ الحلقة دي على الموبايل بتاعك وهتحتاجها اكيد عشان لما تيجي تنشئ منحل ان شاء الله واتمنى ليكم التوفيق باذن الله والى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة